المجلس الاقتصادي من قناة الرافدين أهلا بكم كشفت لجنة الاقتصادي والاستثمار في مجلس النواب المنحل عن تكبد العراق خسائر تقدر بـ 300 مليار دينار عراقي سنويا بسبب تعفن الحنطة وقال عضو اللجنة محمود الزجراوي إن ملف الحنطة العفنة من أخطر ملفات الفساد مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القضائية للتحقيق بالملف على الرغم من فتحه داخل مجلس النواب وكان الزجراوي قد أكد أن فروقات مفردات البطاقة التموينية تكبد خزينة الدولة ما يقارب 170 مليار دينار شهريا أعلنت وزارة التخطيط الحالية ارتفاع معدل التضخم في العراق على أساس سنوي وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهر الهنداوي إن معدل التضخم السنوي ارتفع في أيلول الماضي بنسبة مقدارها 7.3% مقارنة مع شهر أيلول من العام الماضي وأضاف الهنداوي أن معدل التضخم انخفض خلال شهر أيلول الماضي بنسبة 0.7% بالمقارنة مع شهر آب الذي سبقه انخفضت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية لتسجل أكثر من 150 مليون دولار وشهد مزاد البنك المركزي لبيع وشراء العملات الأجنبية انخفاضا في مبيعاته بنسبة 3.23% لتصل إلى 150 مليون و823 ألف دولار غطاها البنك بسعر صرف بلغ 1460 دينارا عراقيا لكل 100 دولار وذهبت المشتريات البالغة 122 مليون و13 ألف دولار لتعزيز الأرصداب الخارج على شكل حوالات واعتمادات فيما ذهب المبلغ المتبقي على شكل حوالات نقدية أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا لتصل بمعدل 239 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 4.900.000 برميل يوميا وعضافت أن أكثر الاستيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا تليها المكسيك ثم السعودية ثم كولومبيا عاد تسعار النفط في السوق العالمي إلى الارتفاع مجددا وذلك بعد يومين من تراجع هو الأول من نوعه منذ شهرين وارتفعت العقود الأجلة لخام برينت لتسجل 85 دولارا فاصل 72 سنة للبرميل بعد هبوط تجاوز 1 دولار في الجلسة السابقة وآلامس مزيج برينت أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 86 دولارا يوم الخميس الماضي لكنه كان في طريقه للهبوط بنسبة 0.9% في الأسبوع وهو أول انخفاض نسبوعي منذ أيلول قبل أن يعاود الارتفاع هذا اليوم أعلنت حكومة النظام السوري عن تنفيذ زيادة حادة في أسعار الديزل مخصص لمجهات الصناعية بنسبة 161% وقالت وزارة التجارة في حكومة النظام السوري إن سعر بيع اللتر الواحد من مادة المزوط الصناعي والتجارية الديزل أصبح 1700 ليرة سورية أي ما يعادل 50 سنة وصعد سعر الديزل في الأسواق المحلية من 650 ليرة سورية قرابة 18 سنة كانت حكومة النظام السوري قد حددته في التاسع عشر من شهر التشرين الأول الحالي وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة النظام تراجعاً في وفرة مشتقات الوقود بالتزامن مع صعوبات وقيود دولية في توريد الكميات المطلوبة ختام الموجز إلى اللقاء